بعد ستة عشر شهرا من المحادثات حول الملف النووي ما بين الولايات المتحدة وإيران يبدو أن مسار المفاوضات يعود إلى المربع صفر بعد أن وصفت واشنطن رد الأخيرة على مسودة النووي بغير البناء حيث كانت إيران قد اقترحت تعديلات على المخترحات التي بدورها الولايات المتحدة ردت عليها عبر الوسطى ويقضي الاقتراح الجديد بأن تحصل إيران على تخفيف للعقوبات وتتمكن من بيع نفطها مجددا مقابل قيود مشددة على برنامجها النووي وتؤكد واشنطن أن إيران قدمت تنازلات كبرى وتخلت خصوصا عن طلبها بمنع بعض عمليات التفتيش من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومع ذلك يبقى موضوع عمليات التفتيش شديد الحساسية لدى الجانبين فقد طلبت تهران مؤخرا إغلاق تحقيق من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية وذلك بعد العثور على آثار يورانيوم مخصب في ثلاثة مواقع غير معلنة وهو ما يرفضه رئيس الوكالة رفايل جروسي وكانت الوكالة تابعة للأمم المتحدة أعربت عن أسفها لعدم وجود ردود تتسم بالمصداقية من جانب تهران بشأن هذه الآثار ترجمة نانسي قنقر